بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هوية وشعاري أيامكم سعيدة بحلول عيد مولانا ومولده الشريف مولانا علي الأكبر سلام الله علي لنورانية قلبك وكذلك لتحسين طاقتك النفسية ولقضاء كل ما في قلبك من حوائج ما عليك إلا أن تقرأ هذه آية الكريمة ثلاث مرات كما أرشدنا عليها علماءنا الأعلام ثلاث مرات بعد كل صلاة فريضة وسوف تجد بأن طاقتك الروحية سوف تعلو كثيرا ونورانية القلب والروح تطغى عليك جميعا وتخرج أو تخرج منك تلك الظلمانية البؤوس، الياس، مسألة الحزان، الهام، الغم إلى غير ذلك لأن هذه الآية هو عملها هذا بأنها تخرج الطاقة السلبية وتحل مكانها ما هي هذه الآية؟ آية النور اقرأها ثلاث مرات بعد كل صلاة فريضة لمدة إسبوع وسوف ترى بأن حياتك تتغير للأفضل وكذلك قلبك يتغير للأحسن وتشعر بطاقة ونشاط وحيوية وأمل في الحياة وتنقضي لك كل حاجة مهما بلغت من الصعوبات الآية هي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم آية 35 من سورة النور فثق بالله وتوكل على الله فمن وثق بالله راه السرور ومن توكل على الله كفاه الأمور برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة